ليلى رصاص هي سيدة مقدسية كانت من الدفعة الأولى الملتحقة بالجامعة الأردنية سنة 1962 تخصصت باللغة العربية وتخرجت من الجامعة الأردنية يوم 29 1966 في مدرج سمير الرفعي حبها لفترة الدراسة دفعها لإنشاء صفحة من زمان لتتواصل مع زملائها وأصدقاء الدراسة طبعا بسعدنا بستوديو صباح الخير يا أردن أنه نستضيف السيدة ليلى ونسمع منها قصص عن فترة الدراسة وأول محاضرات في جامعة الأردنية وذكريات عمان القديبة في الستينيات لترجعنا لمشاهد من رحلتها الأسبوعية بباصات عمان القدس من العبدالي لفلسطين لزيارة الأهل كل نهاية أسبوع صباح الخير ست ليلى أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم وبالعكس أنا مبسوطة كثير وسعيدة جدا بلقائكم باللقاء الجميل المرحل اللي استقبلتوني فيه سواء من الشباب أو من الصبايا الحزب تنورين تبيبة قلبي صباح الخير ونحن ساعدين فيك كثير ونتشوقين للحديث معك أكتر نسمع حكياتك الحلوين شكرا 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 ست ليلى بس خلصت دراستك بالمرحلة الثانوية وحبتي بعدين تكملي بالجامعة لماذا خطرتي تروحي إلى الجامعة الأردنية على الرغم من أنه يعني بعيدة عنك والجامعة كانت بعدها جديدة ما هي الأشياء اللي لفتك وشجعك هذا الموضوع طبعا بعد ما تخرجت من الثانوية العامة جيران إلنا شباب بدرسوا في دماشك بدرسوا في بيروت اللي بيدرس وبروح في نصف السنة بقدم امتحان أو في آخر السنة هذا بالمراسلة أو في جامعة بيروت العربية في طالبة وحيدة تقريبا حولنا كانت تدرس بعثة التاريخ في مصر فلما سمعت إنها الجامعة فتحت وإني تخرجت فشجعتني كثير وحكت لقوة ضيئة هذه الفرصة فأنا يعني الجو العام محموم بالعلم وبالدراسة فكان سبب إني اقترحت إني أروح الجامعة في الأردن طبعا الظروف المالية الظروف الاجتماعية شجعت الوالد إنه يرفض بس بإسرار الوالدة تم الأمر رحنا على عمان وسجلت في الجامعة عند الدكتور ناصرين الأسد رحمه الله الآن مشكلة السكن أنا إلي أقارب في جبل الويدة استطعنا نوفر بيت سكن جنبهم ناس عائلة مسيحية ملتزمة فأنا أخذت غرفة منهم تطول على شارع الخيام في جبل الويدة من حصن حظي أنه بعد قبل نهاية الفصل الأول كانت إلي زميلة في القدس وزارة الزراعة في الشبهة وكان بدها سكن وطبعا أنا ساعدت جدا أنها شاركتني الغرفة كنتم مع بعض قبل ندفع قليل من قيمة المبلغ على والدي وستمرت معي حتى السنة الرابعة ثم تزوجت وسافرت إلى السعودية طيب سيد ليلى يعني إذا ما نحكي شوي أكثر عن حياة الجامعة وحياة الدراسية ومجتمع الجامعة كيف كان كيف تقدر توصف في مجتمع الجامعة وحياتك الجامعية بهذا كل وقت؟ نحن في اليوم الأول لما دخلنا إجا المراقب فحكى الطالبات ينتظروا خلي الطلاب يدخلوا الأول دخلوا الطلاب استقروا في مقاعدهم بعدين حكى البنات يتفضلوا يدخلوا إليهم المقاعد الأمامية وإحنا ضلينا هاي الفترة لعدة شهور بنات منفصلين والطلبة منفصلين بعدين صار في حفلات تعارف رسمية من قبل إدارة الجامعة يعني تخفى في التوتر بيننا كان كتير الجو لطيف ونظيف ما كان في أي معاكسات أو أي تعديات عن الأدب ضلينا الأربع سنوات في إقبال على التعليم في الاستيراد التردل عن مكتبي حتى نهاية التخرج طفزة ليلى إذا بدأ نرجع في الزاكرة معك لأول محاضرة بالجامعة كيف كانت أول محاضرة؟ شو كنت هيك حاسة وكانت شيء غريب عليك؟ السنة الأولى ما كان عنا مادة واحدة يعني كان ست مواد عربي، إنجليزي، تاريخ، جغرافيا، علم نفسه تربية وعلم الاجتماع وفلسفة فكانت عامل مواد طبعاً كانت تلقاعة الكبيرة زي ما حكيت كنا البنات في الأول والطلاب بالآخر فما كان في أي معاكس كل الأستاذ يفوت يعطي محاضرة وينتهي وتأتي محاضرة أخرى واستمر الوضع ما كان في أي عوائق يعني ست ليلى قبل شوية ذكرتنا قلتي كنت بفترة الدراسة تردت كثير على مكتب الدراسة وتقوم بنشاطات عديدة وفي هذا الوقت بالفعل كان في كتير نشاطات يقوم فيها في الجامعة إيش في نشاطات هيك كنت تقوم فيها مع الطلاب في الجامعة؟ أول أي نشاط في الجامعة ما وفرته كل نشاطات تقوم فيها؟ معارض رسم للطلاب وشاهد محاضرات من ضيوف للجامعة قدموا إلى الجامعة نحضر حتى لو كان الوقت متأخر أساتدتنا يلقوا محاضرات خارج الجامعة شارك نعم رحلات ما وفرت حتى رحلة الجامعة الوحيدة في وقتنا كانت عمصر شاركت فيها الجميل في الرحلة لمصر أنه كان في زيارة لجالة الملك الحسين رحمه الله لمصر كان جميل جدا أنه خرجنا للمطار واستقبلناه وكان مع عبد الناصر وأحمد الشقيري رئيس منظمة تحرير فرسطيني يعني كان يوم مميز لا ينسى؟ نعم مميز جدا وإضافة إلى الرحلات الداخلية يعني سواء الضفة الغربية للقودس يعني في ما كنا نوفر أي نشاط ندوات في أصدرنا مجلة الجامعة وأنا إلي قصة فيها قصة كان عن فتتين ربنا وهب واحدة الجمال والأخرى عادية لكن الإقبال كان على خطبة البنت الجميلة أكتر فتأثرت البنت العادية ونقمت على المجتمع ولكن المأساة الكبرى أنه البنت الجميلة طائرة وقعت فيها مع عريسها كانت نكبة كبيرة يعني هذه الأحساسيسة الآن ليست موجودة إنما في ذلك الوقت يعني كنا صبايا وكنا كنت متأثرين فيها متأثرين بسير نشوف المجلة هك على الكاميرا ستليلة بس إذا من قد نلفها باتجاه الكاميرا شوي نعم هذه هي المجلة مجلة طلبة الجامعة يعني كلها من أعداد وتأليف الطلبة هذا العدد سنة 65 العدد الأول نعم نعم العدد الأول وهذه بسطتي لن تعود أخذه منك ستليلة شوفوا على الكاميرا هذا ستليلة كنتو أنتو تخوموا بكتابتها نعم احنا كان الدكتور بحمود السمرة رحم الله رئيس التحرير وقد أشرف على إنشائها ثم كان هناك عدد ثاني فقط وضليتي محتفظ فيهم من هداكي بأيت لهذا نعم ذكريات عجيزة جدا طابعا ذكريات حلوة يعني لا تعود هذه ذكريات طب ستليلة ستليلة فيه شغلة ملفتة كثير بقستك والتي هي تنقلك بين عمان والقدس كل خميس كنت تأخذي باس عمان القدس من مواقف العبدالي وتروحي وقتها كان بستة عشر قرش رحلة حتى من الملفت حتى العلكة بطلت بستة عشر قرش حتى العلكة بطلت بستة عشر قرش احكينا عن تجربتك كيف كانت هل كنت تتغلى بي ولا انتم التبعات الحاجة المثيرة اللي حتى أثارت على وسائل التواصل الاجتماعية أثارت ضجة كبيرة أنا كل يوم خميس أحمل حقيبتي الصغيرة اللي فيها ملابسي وأتجه للجامعة أضع الحقيبة عند غرفة الحارس ثم أنهي محاضراتي بعد انتهاء المحاضرات أحمل حقيبتي وأتجه إلى العبدالي العبدالي كان موقف كبير للباصات طبعاً لباصات كبيرة جداً أحرص على أن أكون خلف السائق مباشرة إذا كان الباص مليئاً أنتظر القادم حتى أكون خلف السائق عندما يمتلئ الباص يأتي الكومساري ويدفع 16 قرشاً مقابل التشكرة وأطيبك تشبع وأطيبك على جديك وأنتهي أستغل الوقت بالدراسة ومراجعة المحاضرات ثم أصل إلى القدس طبعاً أهلي في انتظاري لأخوات في كليات مجتمع نجتمع كلنا يوم الخميس سيكون يوماً حافلاً كلهم منا تريد أن تتحدث نشاطات عائلية ما حدث معها خلال الأسبوع وكانت سهلة الرحلة نعم نتجه في أيام الشتاء يتخذ الباص طريق السلط إلى وادي الشعيب حيث المناظر الجميلة لكن كان هناك منحدرات خطيرة أما أن يأتي عن طريق معور وهناك كانت السراحات في الطريق في يوم السبت صباحاً خصوصاً أيام الشتاء يصحبني أبي إلى موقف الباصات وأركب وراء السائق وأبي يظل ينتظر حتى تنطلق الحافلة لكن أنا أريد منه كنت أتمنى أن يذهب حتى لا يرى دموعي لأن الموقفي وهو ينتظر وانطلاق الباص رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله نعم هل كان في قصة حب بناتكم؟ نعم هو كان يعمل مدرساً في قسم الثقافة في الجيش الأردني نعم ثم قدم الدراسة خاصة وحصل على المركز الخامس في المملكة فكان أن منحته وكالة الغوث بعضاً فلما جاء إلى الجامعة كنت أنا في السنة الثانية وهو السنة الأولى لكنه أكبر مني، نعم وبدأت قصة حب من أول ما رأاني، ثم استمرت بالخفية حتى انتهاء الدراسة وتكللت طبعاً بالزواج يعني والله ما في أحلى من القصص المسمحة من حضرتك ست ليلى ويعني قبل شويلة ما ذكرتي سيرت والدك رحمة الله عليه كيف تأثرت أعني نحن نحن ذكر أيضاً في القرن ٢٢ في أهالي لا يمكن أن يجد بناتهم يسافرون في المشارك بعيدة ولكن ما شاء الله عنك وعن أهلك كيف تستطيع أن تتخطو كل هذه الحواجز بالمناسبة، كان هناك فرحان عليمات كتب في الجريدة الأردنية وأزعجني جداً فردت عليه ما كتب؟ قال لقد كان عدد المقبولين عندما أنشأت الجامعة سنة 62 131 طالبا وطالبة واحدة هي الكاتبة زليخ أبو ريشة وقد شكل التحاقها في الجامعة أنذاك نوعا من الحرج والعيب لقصور في نظرتنا لدور المرأة وحقوقها واقتصاره على أن تكون المرأة زوجة وربة بيت هذا كلام خطأ لأن لم تكن طالبة واحدة كنا 17 طالبة رديتي عليه أنتي بإيش كتبت له نعم ردت عليه رد على دراسة الفتاة الأردنية ليلة رصاص كتبت مقالم طويلا بصير أشوفها بدي أشوف الصورة ونصرته الجريدة لأهميته ستليلة أنتي محطوطة بوجودة بهاي الصورة نعم يمكنك أن أي واحدة أنت ستليلة أحذري أنتي أحذري أنتي الرابعة لا ليس الرابعة يمكن هذه بالنص 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 أحذرت أنا العيون الزرؤ بعدين مبيانين شوفها على الكاميرا فرجيك مع الكاميرا في الصورة نعم ما شاء الله عن ناكسة ليلة ما شاء الله والعيون الزرؤ مبيانين وصلوا الرد عرف أنه أنتي رديت يعني أكيد وصلوا الرد لا هاي بالنصص ليلة نعم كمان أوضح يعني الرد راح للا إحنا بعد بقت الهواء أننا نجئنا من عمان ومن الصلط ومن القدس وكان هناك طالبات نعم وسبعة عشر طالبة لماذا تنكر طيمة الأهل وأين التزمت وأين العيب والقصور في النظرة إلى أهل البيوت ستليلة إذا ننحك شوي على التواصل مع الأهل يعني بهذه الفترة كان صعب الطلاب مثل حضرتك يتواصلوا مع أهلهم يمكن كان بس الوسيلة الوحيدة هي البريد نعم هلا إحنا بعصر التطور وعصر التطور التكنولوجي مواقع التواصل الاجتماعي خلت الواحد يوصل لأهله لو كان بعيد عنهم يعني بدول بعيدة كثير صحيح كيف كان التواصل بهذاك الوقت وإيش وجهة نظرك بالتواصل اليوم كيف قرب الناس يعني هذا التطور كيف قرب الناس من بعض كان هناك لوحة إعلانية من يأتيه قطاب يعلق أو تأتيه برقية تعلق ذو ما نستطيع نحن أن نأخذ هذه البرقية لكن أنا بالنسبة لي للقدس يعني خلال سبعة أيام حين أذهب ليس هناك ضرورة للبريد قد تأتي رسائل من خارج الأردن للطلاب لن يصدق أحد مدى فرحة أن يرى طالب اسمه في مغلف على اللوحة ثم يأخذ المغلف ويفتحه بلهفة ليقرأه كان هذا جميلا جدا الآن ليس له وجود أنا أميل إلى القديم وإلى التمسك بالقديم طبعا نحن من ميل للقديم ست ليلا ست ليلا بم أنه ذكرنا مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك أيضا عندك قناة على اليوتيوب تروي فيها للناس قصصك أيام الجامعة حدثنا أكثر عن هذه القناة ما هي الأشياء التي تتحدثها للناس؟ ما هي الأشياء التي تتحدثها للناس؟ الفكرة يعني أنا لم أكن مقتنعة بها لكن ابنتي رجوة شجعتني جدا وأخرجت الفيديوهات وتدخلت في ملابسي وفي موقفي وفي إخراج القصص نعم حوالي 8 فيديوهات في دقيقتين كل واحدة أتحدث فيها عن موضوعات الجامعة فيديو عن الرحلات وآخر عن النساطات عن التخرج في كل فيديو جزء من حياتي في الجامعة شو حلو حلو بدلا تتذكر ما كان يصير معها كمان هذا أشياء ست ليلا بعد ما تخرجتي من الجامعة اشتغلتي بمدرسة السلطة الثانوية ولكن بعد ذلك تركتي شغلك وقررتي تروح محل تاني شو كان سبب تركك للعمل في مدرسة السلطة الثانوية عندما تخرجنا كنا نتدلل كل منا يطلب منا أن نكون في تحت إشرافه وتحت مسؤوليته كان أن تعينت في مدينة السلطة لكن أنا فوجئتي لأني أنا في القدس كنت أتمنى أن يكون عملي قريباً بعد أسبوعين من التعيين ظهر إسمي في وكالة الغوث في مدرسة الأمعرين في رمالله وهي قريبة جداً من القدس فطبعاً فضلت أنا أذهب هناك لأكون قريبة من أهلي بعد سنة طلبت لمعهد تدريب المعلمات في الطير التابع لوكالة الغوث في رمالله فأمضيت هناك سنة ثم تزوجت سببه ما شاء الله عجلت اشتغلت بعد ما تزوجتي ستليلا؟ نعم اشتغلت في ليبيا أكثر من 12 عشرة سنة ما شاء الله ما شاء الله يعني ستليلا دائما نسمع أن طلاب الجامعة الأردنية مميزين جداً وينما يروحوا يعني بلفت انتباه الناس إذا بدهم يوظفهم بوظفوا طلاب الجامعة الأردنية كيف ساعدك هذا الاشي لحتى تخوضي في سوق العمل أنه أنت خريجي من الجامعة الأردنية صحيح هذا الكلام يعني حتى لما كنا نقابل لجان تأتي من السعودية من الكويت من عدن يفضلون دائما خريجي الجامعة خصوصاً في بداية التخرج يعني كان هناك النظام جدياً أكثر من الآن فكان هذا دليلاً على اجتهاد وطلبة الجامعة ثم في كثير منهم أصبحت مناصب حساسة منهم الوزراء منهم المسؤولين منهم تجار الأعمال أصحاب الأعمال المهمة يعني طب ستليلا إذا بدنا نرجع نتحدث عن البيت كنت مستأجدتها بالغرفة من العائلة الأردنية في منطقة الويبدي كيف كانت وقتها الويبدي؟ كيف كان كل الحياة بشكل عام كجامعة وكالحياة بأمان إذا بدك تقرنيها ما بين السيتينيات وبين اليوم والأقرب إلى قلبك كما فهمنا هو القديم بس إذا بدك تقرنيهم كيف كانوا أصبحت الويبدي أو سينما الخيام يعني لا تنسى حتى الآن عندما أمر من تلك الجهات أمر وأخذ أولادي وأحفادي وأقول لهم هذا البيت الذي يطل على الشارع هنا كنت أسكن وهذه سينما الخيام وكانت الحياة أبسط العدد أقل من الناس مواصلات أقل كل شيء كان أسهل مننا الآن أبسط وأريح نعم يعني ست ليلى إحنا بدنا نسأل إحنا بدنا نفتحك أنا ولورينا معك مواضيع حديث جانبية وأنا مبسوط أكثر يعني بأنك عم تتحدث باللغة العربية الفصحة كتير عجبني هذا الموضوع لا ما شاء الله عنك يعني ست ليلى إحنا كتير ساعدين فيك وساعدنا اليوم بلقائك عن جد يعني بسطتنا وفرحتنا وهيكا شوية رجعتنا لذكريات بالماضي كيف كنت عايشين أجواء الجامعة بالفعل أجواء حلوة أجواء حلوة كتير وعندي فضول أهرف بسة ليلى شو أكتر إشتائله اليوم بالجامعة هنا أنا أتحجج بأن لي صندوق بريد في الجامعة نعم على الباب لأنه ممنوع الدخول مقترحت عليهم أن يكتبوا أسماء الخبرجي الفصل الأول حتى يتمكنوا من الدخول في أي مناسبة يدعوننا إليها أكون أول المدعوين سواء في الاحتفال بالعيد الفضيبة أي مرور 25 عاماً أو في العيد الزهبي في الخمسين سنة وأنت دائماً حاضرة فأنا أجد أي فرصة أستطيع أن أدخل إلى الجامعة لكن المباني التي كانت على زماننا تغيرت لم تعد هناك يعني متحف الأثاري الآن كان عبارة عن غرف صغيرة كانت هي أماكن الدراسة لنا نصفوف نحن كنا ثماني طالبات وطالبة في اللغة العربية فقط ووضح اللغة العربية طبعاً سيد ليلى سيد ليلى سعدنا بلقائك اليوم كثير وفرحتينا أضفتي فرحة وبهجة عندنا في الستوديو نحن نعتبرك أنت مثالي عن جد كيف بلشتني وكيف كنت بالجامعة وكيف هلأ عم تحكي إيش كان يصير معكم نحب إحنا هذا الجيل نحب نعرف قصص زمان وكيف كنتوا هيك تعانوا هلأ أكل شيء يسهل للطلاب ويدوبهم ممسلكين بالفعل يعطيكم العافية وشكراً كثير إن كنت معنا اليوم بصباحة شكراً لكم وأنا مبسطت كثير بوجودكم والحديث معكم والمرحل لساد الجلسة أشكركم كثير شكراً كثير الله يطول عمرك ستليلة يا رب ونظلنا دائماً نسمع أخبارك ونشاطاتك ونحضر الفيديوهات تابعتك أيضاً على قناتك على اليوتيوب أكيد أكيد يعطيك العافية شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم